اجرى رئيس والجمهورية سيد محمد العبد العزيز اليوم بالقصر رئيسي مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني الزائر محمود عباس أبو مازن كما تبادل الرئيسان التوشيح بأعلى الأوسمة في البلدين وحضر الرئيسان توقيع ثلاث اتفاقية تعاون بين البلدين شملت إنشاء لجنة مشتركة للتعاون وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار تناولت المباحثات التي أجرها رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز مع الرئيس الفلسطيني سيد محمود عباس أبو مازن العلاقات الثنائية والقضايا العربية والدولية وسجل الجانبان بارتياح في هذه المباحثات التي وسعت لتشمل أعضاء الوفدين المرافقين تطابق وجهات النظر بشان القضايا التي تم التطرق إليها رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز وشح رئيس السلطة الفلسطينية رئيس دولة فلسطين سيد محمود عباس أبو مازن بوسام الوشاح الكبير وهو أرفع وسام في نظام الاستحقاق الوطني كما وشح الرئيس الفلسطيني رئيس الجمهورية بالوسام الأكبر لدولة فلسطين ويرمز هذا التوشيح لعمق العلاقات الموريتانية الفلسطينية ولتقدير الفلسطينيين لتصدر القضية الفلسطينية لاهتمامات رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز خصوصا خلال رئاسته للقيمة العربية وأحضر رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز والرئيس الفلسطيني الزاير السيد محمود عباس أبو مازن توقيع البلدين على ثلاث اتفاقيات الأولى لإشاء لجنة مشتركة للتعاون والثانية تتعلق بمذكرة التفاهم لمشاورات سياسية والثالثة حول تشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار وقع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني السيد المختار والجاي وزير الاقتصاد والمالية وعن الجانب الفلسطيني الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وأبو عيد التوقيع على هذه الاتفاقيات أدلى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للموريتانية بالتصريح التالي أعبر عن مدى اتزازنا وتقديرنا للدعوة الكريمة التي قام بها فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للرئيس محمود عباس هذه الزيارة التي تجسد العلاقة الأخوية الوطيدة بين الشعبين الفلسطيني والموريتاني كانت زيارة ناجحة من وجهة نظرنا جميعا وجاءت في وقت لتعزز أواصر الأخوة بيننا وقعنا اتفاقيات هامة هذا اليوم اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الحكومتين الفلسطينية والموريتانية خدمة للمصالح المشتركة هي لجنة وزارية تتعاطى مع كافة القضايا التي تهم الشعبين الفلسطيني والموريتاني والحكومتين وقعنا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين فلسطين وموريتانيا وايضا اتفاقية للشراكة السياسية حيث يتم التواصل والتنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا السياسية على كافة المستويات نحن فخرون جدا بهذه الاتفاقيات وبهذه الزيارة وبتطلعنا لتعزيز علاقاتنا مع موريتانيا الشقيقة وتوجد زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها الرئيس الفلسطيني لبلادنا بصدور بيان مشترك رسم الخطوط العريضة لاهم القضايا التي تم التطلق لها خلال انواحثات طرفين وسجل بارتياح تطابق وجهات النظر بشأنها نتابع فيما يلي نص هذا البيان المشترك يقرأه وزير الثقافة والصناعة تقليديا ناطق رسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لمينو الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم بيان مشترك تعزيزا لعلاقات الأخوة والتعاون القائمين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة فلسطين وتجسيدا للروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي البلدين وتكليسا لسنة التشاور القائمة بينهما قام صاحب الفخامة السيد محمود عباس أبو مازن تلبية لدعوة كريمة من أخيه صاحب الفخامة السيد محمد بل عبد العزيز بالزيارة صداقة وعمل للجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر أيلول 2016 وقد حظي فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن باستقبال رسمي حار عبر عن متانة العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين وأجرى قائداء البلدين فخامة الرئيس محمد بل عبد العزيز وفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن مباحثات في جو من الأخوة والصداقة والتفاهم التام وأعرب القائدان عن اغتياحهما لجودة علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الموريتاني والفلسطيني وأكد تصميمهما على القيام بكل ما من شأنه أن يعزز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا العربية والدولية وسجل بارتياح تطابق وجهات النظر نظرهما بشأن المسائل التي تم التطرق إليها وشدد فخامة الرئيس محمد العبد العزيز دعم الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومةً وشعبًا للسلطة الفلسطينية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف داعياً إلى ضرورة إحلال سلام عادل وشائل ودائم في المنطقة يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 194 ويعيد لكل الأطراف العربية حقوقها المشروعة كما دعا فخامة الرئيس محمد العبد العزيز إلى تضاف لجهود كل أبناء الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز صموده في مواجهة الأوضاع الخطيرة والممارسات الإسرائيلية وحادية الجانب والاعتداءات التي يتعرض لها أبراء الشعب الفلسطيني ودعا الرئيسان إلى تكريس كافة الجهود في سبيل وحدة الصف العربي انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي والعمل على نشر ثقافة السلم والاعتدار والتسامح ونبذي كل أشكال الغلو والتطرف والعنف والكراهية وتطوير آليات محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة كما شدد على ضرورة الالتزام بمعالجة الأزمات العربية بالطرق السلمية ورفع التحديات التنموية وترسيخ قيم العدل والمساواة وإعطاء المزيد من العناية لقضايا المرأة والشباب وجدد صاحب الفخامة السيد محمود عباس الشكر لأخيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة لذين حظي بهما والوفد المرافق له طيلة مقامه في موريتانيا الواكشوت 13 للحجة 1437 للهجرة الموافق 15 سبتمبر 2016 ميلادي